وفي هذا الملف المتحرك طالبت أحزاب مسيحية أصحاب القرار في العراق وأقليم كردستان بتدخل عاجل لتطبيق الدستور وضمان حقوق مكونات الأقليم من خلال إعادة مقاعد الكوتا في قانون انتخابات برلمان كردستان المقرر إجراؤها في العاشر من حزيران المقبل وشددت على ضرورة ضمان تحقيق الغاية والهدف من هذه الكوتا لضمان التمثيل الحقيقي للمسيحيين في سلطة التشرعية في كردستان من خلال حصر التصويت واعتبار الإقليم دائرة واحدة وتقصيص صناديق وبطاقة اقتراع خاصة